السلام عليكم معكم طلال نقار متابع معكم بكورس الأخلاق الطبية متابع معكم مع ضيفنا الدائم دكتور باسل طراب أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هاربرد وجامعة بوستن وحاليا اليوم مستضيفين ضيف مميز معانا دكتور يحيا زينو دكتور يحيا زينو هو أستاذ مشارك بجامعة سادرن إلينوز جنوب إلينوز اللي بسبرينجفيلد هو أستاذ بأمراض النسائية وأمراض التوليد رحفظ فيك أخينا يحيا كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا شكرا لك دكتور يحيا تعرفنا بحالك مبدئيا قبل أن نبدأ اللقاء يحيا زينو أستاذ مشارك أستاذ بروفيسور بجامعة جنوب إلينوز بأمراض التوليد والنسائية أنا رئيس قسم الإيكو النسائي والمشرف على التعليم الطبي لطلاب الطب في جامعة جنوب إلينوز أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك أخينا يحيا باسل كيف حالك؟ طمني عنك؟ طيب جاهزين للقاء إن شاء الله جاهزين؟ هنحكي بهذه الحلقة حقيقة كوننا مصادفين دكتور يحيا عن موضوع القضايا الأخلاقية بطب النسائي نحن هون عم نتعامل بهالحالة مع حياتين مش مع حياة وحدة عم نتعامل مع حياة الأم ومع حياة الجنين صار فيه كائن جديد بالنص فالموازنة بينها حقيقة بهالتسع شهور يعني كثير بيكون في مشاكل مظبوط أخينا باسل؟ صحيح صحيح وفي عندنا كثير أشياء مثل ما هلأ رح نناقش بإذن الله خلال اللقاء مثل ما قدت يعني إحنا صار عمنا شخصين هلأ لازم ناخدهم بعين الاعتبار ونطبق مبادئنا الأخلاقية عليهم من وازن بيناتهم جميل جدا فأنا بدأ معك الدكتور يحيا أو خينا معيش لو نديك يحيا لو سمحت لي يعني بساطح ما دي يحيا وباسل من الأول قضية حالناقشة هو موضوع الإجهاد حقيقة الأبورشن اللي هي أني انهي حياة الجنين فينك تعرف لنا يا شو معناها الإجهاد وتمييزه عن مثلا المسكاريج اللي هو إسقاط الكلمة الإنجليزية هي نفسها لكن بالعربي نحن مميز بين إسقاط كون إسقاط عفوي بينما الإجهاد هو إجهاد محرط طبييا الإسقاط هو موت أو عادة للسرس الأول من الحمل سواء موت الجنين وبقاءه داخل الرحم أو خروجه عن طريق النزف بشكل طبيعي هاي حالة الإسقاط العفوي عنا حالة الإجهاد المحرط طبييا سواء عن طريق أدوية أو عن طريق جراحة بسيطة هي عملية شفط معروفة فهذا الإجهاد اللي هدفه إنهاء حياة الجنين الذي يتم لأسباب مختلفة عادة فبيكون بشكل مقصود الإجهاد بينما الإسقاط نحن ما لنا يدفي لا الطبيب بدي إياه ولا المريضة أو الأم بدي إياه وبالتالي نحن ما في أي مسؤولية أخلاقية بموضوع الإسقاط إلا إذا كان في يعني ما في أي خلاف أخلاقي عن موضوع الإسقاط لا يوجد خلاف أخلاقي على موضوع الإسقاط سواء تم عفويا أو بعد موت الجنين داخل الرحم تم إنهاء الحمل من قبل الطبيب هذا لا يوجد موضوع خلاف أخلاقي وما بيكون فيه رغبة فيه أصلا بيكون هو حادث يعني مؤسف حقيقة لأن الأهل أو الأم والأب يكون عم ينتظروا للجنين وللأسف بيصير الإسقاط أو بيصير وفاته موضوع الإجهاد أنا هون صار فيه أنا بشكل فاعل عم أختار أني إنهي حياة الجنين فشو هي الأسباب الممكن تدعو للإجهاد؟ عنا أسباب بالنسبة للناس أسباب شخصية اختيارية للزوجين ما بدون أولاده حصل الحمل بشكل غير مخطط له إما بسبب عدم استخدام منع حمل أو بسبب فشل أحد أسباب منع الحمل فبيكون هذا اختياري مطلق بدون وجود أي عوامل خطورة عند سواء الأم أو الجنين أو قد تكون يعني لو تركنا يعني أصدك فاسل عفوا نيحية لو تركنا الحمل بهالحال يعني الغالب والله أعلم أنه يوصل لتسع شهور ويولد طفل كامل بكل صحته نحن عم نختار نهي حياته بمرحلة مبكرة وما بدنا هذا الحمل يصير نعم قد تكون مبكرة أو قد تكون متأخرة أحيانا عن بعض الناس هاي أحد الأسباب وأسباب الثاني أسباب مختلفة سواء بسبب ارتفاع خطورة الحمل لأسباب إما والدية أو جنينية أسباب طبية أصدك يعني لإنهاء الحمل أسباب طبية يعني قد ترفع الخطورة يعني مثلا يكون في نسبة خطورة على حياة الأم أو على صحة الأم ولكن ما عندنا أجوبة أحيانا تكون سواء في أجوبة مطلقة أنه يجب عدم الحمل أو أحيانا قد يمر الحمل بسلامة أو قد يمر بخطورة شديدة فخوفا من الخطورة قد تلجأ الأم لطلب إنهاء الحمل يعني ربما المثال الأشياء هو أو بيسموهم بالعربي ما قبل الأرجاج هي أتفاع الضغط بالأسبوع العشرين مثلا لا أظن حالة شامعة ربما لا يوجد أشياء منه بالنسبة لمواضيع الإنهاء المباكر مثلا مريضة عندها سوابق اعتلال عضلة قلبية وهي قد تكون وعدم الاستشفاء التام من سوابقها وصار عندها نقص في قدرة العضلة القلبية وعندها حدوث حمل لاحق نسبة النقص وفقد وظيفة العضلة القلبية عالي جدا والأم قد تموت إذا لم يتم زرع قلب فهذا مثال آخر ممكن الأم مثلا ست أسابيع حامل صار عندها احتشاء عضلة قلبية واسع فإذا استمر الحمل قد تصل لنسبة الوفيات عند الأم مثلا الأرقام عالية إلى 30% أو أكثر فخوفا من هالأم هاي أحد أسباب هاي أسباب والدية أو تتبع للأم قد يكون أحيانا في أسباب وراثية الأم والأب بيحملوا مورثة معينة وخوفا من حصول مثلا نسبة 50% أو 25% أن الجنين يكون عنده هالمرض الوراثي مثل ثلاثيميا يحتاج الولد بالمستقبل لتبديل دم كل شهر مثلا أو مثلا مرض فضاب منجلي فما بدهم يدخلوا بالخطورة فيطلبوا واكتفوا بالأولاد فقد يطلبوا هاي حمل آخر يعني أمثلة كثيرة خلينا أخذهم الوحدة وحدة نبدأ مع أخينا باسل باسل لما يكون في خطورة على حياة الأم إنهاء الحمل ضرورة مش لمصلحة الجنين هي مصلحة الأم في هالحالي ربما الجنين لو يعني استمرنا والله العليم ممكن يستمر الحبل ويمكن ينجو الجنين ويوصل للحياة بس الأم هتكون حياتها بخطر شريط فالتكييف الأخلاقي لها باسل نحن هون مفضل الجنين على الأم وللأم على الجنين باسل شو رأيك؟ والله هلأ هلأ دائما بيكون سعي فريق الطبي وفريق الأخلاقيين طبيين إنه نحن نحافظ على حياة الاثنين ولكن بشكل مجمل أو عام بيكون التفضيل عادة هو إلى حياة الأم كون هي الحاضنة للطفل هلأ بس كمان هذا يعني الموضوع خلافي جدا لأنه في بعض الناس بتقولك هي رافضة تماما لموضوع إنها حياة الطفل لأي سبب من الأسباب وبالتالي هن عندهم بيشوفوا إنه ما في مشكلة وأن عرضنا حياة الأم للخطر كرمال الجنين ولكن بغالبية الحالات الأخلاقيين طبيين بتجهوا للحفاظ على حياة الأم مقارنة بحياة الطفل وهذا الشيء له عدة أسباب يعني أنت عم تعرض الحالة باسل وربما نسمع رأيي منيحية إذا ما رأي عليه الحالات إنه أنت طبيا مستطب إنهاء الحمل لحفاظ على حياة الأم وهذا الحمل عزيز أو لسبب أو لآخر والأم صررت حافظ على هذا الولاد رغم أنه فيه تعييد لخطورته خطورة لحياة يحيى مرأة لهذه الحالات وكيف تعاملت معهم بهذه هذول حالات الصعبة نوعا ما حالات شائعة جدا هي من الشغل اليومي اللي يطالوا بالتوليد يعني مثل كانت بمركز مثلا بالذات تحويل جامعي أو كذا يجب احترام رغبة الأم لأنه إلا حتى في حالات التشخيص المطلق مثلا لنفرض أنه عنا حالة انعدام جمجمي عن جنين تم تشخيصه باكرا بالنهاية السلسل الأول الحمل لنفرض وأنت كان عنا بالتقنية أول شيء لازم نأكد أنه التوصيات الطبية يجب أن تتهم بناء على يعني حقائق مطلقة ومثلا عنا هذا الأمر يعني ما عاد صعب بالتقنيات الحديثة سواء تشخيص بالإيكو أو تشخيص عن طريق الـ DNA بالبزل السالة من يوسف فلازم نبدأ أنه نحن التشخيص عنا مطلق لنفرض عنا حالة لا تتماشى مع الحياة الأم رفضت إنهاء الحمل باكرا مثلا وقررت تستمر بالحمل رغم أنه عنا معرفة كأطباء أنه هذا الجنين لن يعيش فنحن لا نجبر الأم على أي إجراء طبي هي من حقها تستمر بالحمل حتى لو هل هناك خطورة على حياته في خطورة على حياته بهذه الحالة هل هناك خطورة الحالة الجنينية أنا عميز بينه وبين قصور القلب مثل ما ذكرته أو احتشار علي القلبي أنه لو استمر الحمل نسبة وفاة الأم عالية وبرجع لباسل ولألك أخي ناحية أنه أنت بهذه الحالة يعني شو هي الشطارة أو غيري نقول شو هو المكسب أني أنا أحصل على الجنين الذي هو رح يكون بحاجة لأم ترعاه وأخسر الأم يعني أخلاقيا هل هذا مقبول حقيقة أني أنا أحصل على جنين بحاجة لأم ترعاه وبنفس الوقت أخسر حياة الأم مصبوط أنا أقول لك طلال هلأ الحالات اللي أنا عادة بتدخل فيها مثل ما قال الدكتور يحيان أنه في حالات شائعة هذا بشكل عام إحنا عادة ما بتم استشارتنا فيه لأن الدكتور قادر أنه فورا يقول لك أنه لا هذا الحال ولكن اللي إحنا أنا بشوفه أكثر شي بيكون فيه خلافات هو لما بيكون المريض ممكن الطفل صار عنده يعني ممكن يأثر الوضع الحمل على حياة الأمرأة ولكن المستشفى بيمنع الإجهاد مثلا فوقتها هاي المشكلة ممكن تكون بقانون المستشفى نحنا مثلا ما بنعمل إجهادات في المركز تبعنا ولكن الحالة الطبية بتستدعي أنه يفضل أنه نعمل هذا الشيء فبيتم تحويل المريضة لمركز آخر ممكن يعمل إجهاد لأنه في بعض الأطباء شخصيا يقول لك أنا ما بعمل إجهاد بغض نظر عن السبب وأن كانوا قلة ولكن موجودين فهي نحنا عادة اللي بتتم استشاركنا في أما بالحالات الشائعة مثل ما قال يحيى لما إذا فيه مجال أنه نحن ننهي الحمل حفاظا على حياة المريض فهذا ما فيه خلاف بس هو مرة تانية أنا الفكرة فعلا أنه لما تكون الأم صر أنه تحافظ على هذا الولد رغم أنه هذا الشيء ممكن يودي بحياته حقيقة أنا ما في نجبرها على شيء مرة تانية ما في نجبر المرضى على شيء معين بس فعلا أخلاقيا هل من المقبول أني أنا أقبل أني هاي الميدة ضحي بحياتها وهذا الطفل اللي حيولت حيكون بحاجة لإلها بعد ما يموت يعني بعد ما يتموت يعني لو صارت الوفاة لإلها ونزل هذا الولد سليم وعاف حيعاني بدون أمه فأنا هاي معا ما تركت بعادي صراحة يحيى شو تعليقك أنا برأيي السؤال بحاجة لعادة صياغة طلال لأنه أنه هل الأم مقبول تضحي بحياتها مقابل أن يعيش الجنين لا نفترض بالمثال الذي ذكرناه أنه مثلا احتشاط لقلبية ونسبة موت عند الأم عالية أو تدر تردي الوظيفة القلبية أو صحتها هلأ ما زال إذا افترضنا إذا نظلنا الموضوع ما زال عندها مثلا على أقل مثلا حالات معينة 50-60% أن الحمل يمشي بسلام والأم تعيش بصحة جيدة والولد يعيش بصحة جيدة فنحن ما فينا نقرر لأنه ما عنا حقائق مطلقة أنه المرأ أنه الأم حتموت فلذلك نحن وظيفتنا كأطباء أنه نعرض المنافع والمخاطر الإيجابيات والسلبيات الحالة وهي الحالات الحالات السهلة هي لما أنت بتقول أنه 100% ما راح يعيش الجنين هذا حالة سهلة لكن الحالات الصعبة هي لما أنت هتعطيهم نسب ونحن ما عنا أي قدرة على التنبؤ بالمستقبل لنقرر أنه مريضة راح تعيش وأني مريضة ما راح تعيش أو أول مريضة نحن نعرف الغير أنا من شوي كنت عم تحاكي بموضوع أنه نحن هي موضوع الاحتمالات أنه نحن بالطب ما في شي اسمه 100% حقيقة نحن نعطي احتمال وفي شي اسمه غلبة الظن لذلك نحن نعرض الإيجابيات والسلبيات لحالة استمرار الحمل وحالة إنهاء الحمل ولا تنسى أنه في الإيمان المريضة وخلفيتها الدينية الثقافية الأخلاقية حتى النفسية أو عدد الأولاد السابقين لإلها مثلا إذا بتسمح لي أعطي مثال صغير في حالات خطيرة تسمى حمل هاجر داخل نذبة القيصرية هاي الحالات كلمة كبيرة بس إلى أنواع تصنيفات ضمن هالتشخيص الكبير في حالات يعني إذا وصل الحمل لأسبوع إذا عشر أسبوع قد تنفجر وتموت الأم ويجب إنهاء الحمل بشكل شبه قطعي هلأ في حالات أخف منها قد إذا استمر الحمل قد ينتج ولد بعمر 33-34 أسبوع لكن غالباً الأم ستتعرض لنزف شريد وما يسمى حالات اندخال مشيمة وتحتاج لإستقصال الرحم أثناء القيصرية وحالات نازفة بشدة وتحتاج يعني نقل دم وجيش من المخدرين وجراح الأوي ومركز فأنت في الحالة ستعرض على المريضة إنه إذا ما نهينا الحمل قد ينتهي بهيك حالة قيصرية صعبة مع استقصار رحمة فالمريضة لها حق أحيانا إنه تقول أنا بدي هيك ومعليش أدخل بها الخطورة لأنه أنا بدي ولد تاني أو الولد الأول مثلاً مات وهي ما عند أولاد فبينما مثلاً أنا تعرضت لحالتين بالشهر الماضي واحدة منهم أنهيت الحمل بشكل محافظ عن طريق حق مادة قاتلة طبعاً مع الاتفاق مع الأم اللي موافقت طبعاً 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 الحالة التانية عندها المريضة 8 أولاد سابقين و8 قيصريات يعني حالة معقدة والمريضة صغيرة بالعمر لكن إذا تعيش لـ 8 أولاد فأنهينا الحمل بشكل 10 أسابيع ونص باستقصار رحم مع استقصار كل الحمل ونهينا الموضوع قبل ما يستمر وينفجر والمريضة قد ما تموت وبعدين في كتير اعتبارات أخرى وين بتعيش وقد تصل للمشفى عايشة وما تصل فضمن التشخيص ما في وصفة جاهزة لكل الحالات في وصفة لازم تكون كتير هي تطبق كل حالة على حدة ضمن نفس التشخيص حتى طيب أنت حكيت هذا المثال الأول لغطينا أظن ما فإذا فيه شيء تاني نحكي عنه أنه لما يكون فيه تهديد لحياة الأم كيف نتعامل مع الموضوع الموازن بين حياة الأم وحياة الجنين بس أنت ذكرت أمثلة عن إنهاء الحمل الباكر بسبب وجود مرض وراثي احتمال وجوده عاني عند الجنين هل هذا الحكي مقبول أخلاقيا أني أنا حصل الحمل صار الأسبوع الأول ثاني العاشر عشرين مثلا لا مش العشرين خليقوا الأربطاعش أو العاشر شخصت مرض أنا وراثي أو تشوه شديد بجوز ما بتناسب مع الحياة أو بتناسب مع حياة مثلا مثل الفقر منجلي يعني معاناة للمتوقع على الطفل هل من المقبول الأخلاقيا أنه الحمل بناء على هذه الكلام هل لا إذا السؤال موجه إلي طلال كمان فضل باسل كمان هذا موضوع شائق جدا يعني كمان ما في جواب واحد لكل الحالات لأنه بيرجع على حسب نوع تشوه الجيني على حسب قدرة المجتمع على رعاية هذا الطفل في حال مثلا إذا كانت إلي أنت في عندك تشوه جيني غير مهدد للحياة هذا مختلف تماما عن تشوه جيني ممكن يأثر على جودة حياة الطفل بعد الولادة تشوه جيني أمي كان مع معاناة مثل ما ذكر باسل مثلا مثل ما ذكر ريحية الفقر الدم المنجلي تلسيمي هدول بيعيشوا أنا من يومين أنا من يومين شفت مريض منجلي عمره 38 سنة ويعني كان يعني أمه أختت يعني اعتنف فيه بشكل جيد من عمره السنتين لهلأ وهو فعلا بصحة مقبولة بس هذا نائل دم عشرات المرات في حياته يعني هذا كل شهرين بده نائل دم حقيقة مثلا وهذه معاناة فهد كمان طلال يخضع مثل ما نوه يحية بالبداية لإيمان المريض لببادئه هو أساسا من الحياة هل هو مفضل وجود الحياة على عدمه وهو هل هو مفضل لأنه ممكن تكون حياة موجودة ولكن بكواليتي وجودة سيئة أفضل من لها حياة أبدا بس مين عم يقرر هذا الكلام لاحظون أن أنت الطفل هذا السادة بيرحم أمه الامين عم يتقرر هي والأب نعم والأم غالبا يعني الأب له رأي ولكن حسب المجتمع أنت عاش فيه ولكن نحن هوم بينما مارس هوم المهنة بأميركا الأم هي صاحبة القرار عادة هي رح تقرر هذا الشيء لأنه هي بالأخير هي اللي صاحبة الحمل طيب يحية شو رأيك بهذا الكلام أو كيف تتعامل مع قضايا حقيقة بالحياة اليومية هلأ أوافق تماما بما حكى باس بس لازم بجوز نفرق شغلة صغيرة أنه أول شغلة بالنسبة لأن بأميركا شوي مختلفة بجوز عن سوريا أن أول شغلة نفرق بين الحالات المثبتة إنها مميتة يعني في حالات يتم تشخيصها بشكل مطلق أنها لا تتماشى مع الحياة هلأ دماغ مثلا؟ له أنواع مو كله لا يتماشى مثلا عسر تصنع قضمي شديد بيتشخص بالـ 22 أسبوع 22 أسبوع بيظهر عن طريق الإيكو بيتم عن طريق بزل سائل أمنيوسي بيتم تشخيص الموارثة قاتلة حالات مثلا تسلثات صبغية معينة مثل 18 حالات انعدام جمج هذه حالات يعني القرافية سهل يعني أنا كطبيب ما عندي أي مشكلة مثلا أنا كطبيب لا أمارس الإجهاض بشكل اختياري ولا حتى لازم كمان نوه الموضوع القانوني في مشكلة قانونية حسب وين أنت تمارس سواء بأميرك بأي ولاية أو بسوريا قانون المحلي لازم يتم اعتباره لكن هذه الحالات أنا ما عندي ورغم خلفية الدينية وإيماني شخصي كطبيب والامتناعي عن إجراء الإجهاض لكن أنا أجريت عشرات حالات الإجهاض حالات مثبتة طبيا بشكل قطعي 100% أنه لا تتماشى مع الحياة لذلك من العبث أحيانا للاستمرار بالحمل وتعريض المريض على اختلاطات حملية لاحقة من الثلث الثالث الحمل لن يستمر طبعا موافقة المريضة أكيد ولكن أنا ما عندي أي مشكلة أنه أنا أوصي المريضة بإنهاء الحمل وأمارس العملية سواء تحريض أو حسب عمر الحمل هاي واحد بينما حالات أخرى اللي أنت ذكرتها مثل حالات ثلاثيمية منجري حالات تشوهات خلقية مثل قلبية وجهية متلازمات تشوهات هاي الأمر في منها تتماشى مع الحياة لكن بنوعية سيئة هون المنطقة الرمادية التي يعني يجب اعتبار القانون واعتبار اختيارات المريضة والطبيب اللي عنده يعني مو قدرة رغبة أنه يساوي العملية أو يحولها لمركز آخر هاي العملية الخلافية يميل تفريق بيناتهم ما نجمي للحالات المثبتة مميتة وكمان مثبتة بأمريكا قد أحيانا بدول أخرى ما يكون عندهم القدرة على إثباتها بنفس الدقة معك تماما معك تماما هلأ رح أعطي مثال نحن على حالي حتى الأخلاقيات الطبية المرافقة إلا تغيرت مع تغير الزمن ومع تغير الخدمات اللي نحن ممكن قدمها للمريض بالمجتمع اللي هو داون سندرون هلأ بمرحلة من المراحل كان المجتمع غير قادر على أنه تهيئ ظروف حياتية جيدة أو حتى الخدمات الطبية ما كانت توفية بشكل جيد لمرضى داون سندرون فكان من المتقبل جدا في السابق أنه نحن ننهي حياة مريض أو دعم نقوم بالإجهار لسبب أنه مريض أنه الطفل كان مشخص بداون سندرون ولكن حاليا صراحة مرضى داون سندرون يمكن يكونوا مرضى فعالين بالمجتمع والخدمات الطبية تقفل بشكل جيد فصار الميل بشكل أكبر بكتير لأبقاء الحمل بهذا الموضوع طيب ما هو بالنهاية من عم يقرر هذا الكلام شؤال لك أخي باس هل الأم هي صاحب القرار الوحيد لأنه هي الجنين بجسمها فهي يعني معنى آخر أنه من عم يختار هل عم تاخد القرار الحقيقة أنه ما بنقدر نواصل مع هذا الصفر ونسأله ولا فيني أنا مثلا من خارج الوسط أني أنا أقول والله ما برضاده هاي نوعية من الحياة صحيح صحيح هو الأم هي تاخد هذا القرار ولكن الأم للأسف ليست وحيدة بهذا الشيء لأنه محدودة بقوانين محدودة بالأماكن بالمكان اللي بتتلقى في العلاج هلأ بتيجي في بعض المراكز بتقول لك أنا بدي أدهي الحمل إن شاء الله قبل الولادة قبل الديودة تبعها بأسبوعين بدون أي سبب في مراكز بأخذ بتقول لك أوكي مثل ما بدك بضلي في أماكن حرغبت هي النقطة بس يعني نحن بعدنا على موضوع الجزء تايم من إنهو إنهاء الحمل لسبب جنيني أنه نحن برأينا إما جنين ما هيعيش تماما هذا 100% مقابل الحالات نحن نتوقع معاناة كبيرة للطفل فلازم نشرح للأم إنه هذا هيك حيكون يحيى بأي أعمار هلأ فينا نقدر يعني عمر حملي قصدي أي أبكر أعمار ممكن نقدر نكشف هاي تشوهات لي مو هي ما بيقول هي ما تناسب مع حال هي فقط بتقلم نعيد الحياة مثل المنجلي وغيره وغيره أي أبكر عمر ممكن نشخصها حاليا حاليا يعني يمكن أول شيء الشك فيها بعدين تأكيدها الشك فيها تبعا لقصة الأم يعني باكرا جدا حتى قبل الحامل نقدر نحن نفحص الوالدين ونعرف قديش بيحمل موريثة مثلا نفرض أنه عند خصلة منجلي ولكن ليس مرض منجلي مثلا الأم والأب نعرف ساعاتها عندهم 25% نسبة أنه الولد يكون عنده مرض فقر دم منجلي يعني تقريبا حالات كثيرة من الوراثية قد يتم تشخيصها حاليا من 19 أسابيع 10 أسابيع في حالات كثير الحالات القطعية تحتاج لبزل سائل أمنيوس يعني حاليا من 15 أسبوع وطالع في حالات قد تظهر على الإيكو لاحقا مثل تشوهات بال20 أسبوع يعني كلها هاي حالات خلينا نتفع على شغلة بجوز ضرورية طالعا إنه إنه نحن أول شغلة إمتى للجنين هي شغلة كثير ضرورية في عنا ثلاث مفاصل بالحياة الجنينية من هالناحية اللي نقطة اللي عمالنا نقطة إنه إمتى نحن بنثبت إنه الجنين حي بنهاية الأسبوع الخامس من بداية أول دورة يعني بنهاية الأسبوع الثالث بعد حصول الحمل عن طريق إيكو نشوف نبض القلب يعني مثلا نفرض حصل الحمل اليوم بعد ثلاث أسابيع بنهاية الأسبوع الثالث نشوف على الإيكو نبض القلب يعني صار في يعني يصير في نبض هلأ متى أي عمر أبكر عمر ممكن يعيش والجنين حاليا بنهاية الأسبوع 22 تقريبا من مكان ما مكان ومن جامع على جامع بس في أمريكا بس خلينا نتفق إنه برقم مطلق 23 أسبوع قد يعيش الجنين إذا تلقى عناية طبية جيدة في أمريكا هذا الكلام تمام ويترى حتى في أمريكا قد يعيش 22 أسبوع يعني أخيحي إنه من الإمكانات المكان اللي يعيش حتى نلتقينا مع مهند إذا أخينا مهند يكون مهند معلم مثلا بالسعودية بحرس الوطني قال لي 24 أسبوع أو كده ربما بسوريا ما عندهم الإمكانيات إنه يعيش الطفل أو الجنين في عام 24 ربما 28 فهذا حسب إمكانيات المكان حيثا فخلينا نتفق بشكل عام إذا ترى وحزائد نائس إنه عنها ثلاث مفاصل إنه قرارات تتخذ قبل ما يصل الجنين لما يسمى قدرة على الحياة 23 أسبوع قرارات تتخذ حتى قبل قبل النبض ما تشوفه يعني أول ما تسمع أنه حصل الحمل باختبار حمل يتم إنهاء حمل لأسباب مختلفة وفيه عننا حالة جنائية أنا أسميها اللي ذكر باسل إنه تنهي الحمل بعد 23 أسبوع اختياريا يعني مثلا هذا كمان موضوع حتى لو في تشوهت صار أنت عم تقتل الجنين لا يختلف كمان نظرة وجهة النظر الأخرى أنه لا يختلف عن قتل الجنين بعد ولادته صحيح صحيح يعني فهذا الموضوع يعني لازم نفرق بأي مرحلة يتم الأمر خلينا نتقل نغطي النقطة التالت اللي هي إنهاء الحمل اللي هو الإجهاد بدون أي سبب طبي فقط الأم والأب أو الأم مثلا ما عاجبون هذا الحمل معنى مخطط معنى يعني الأسباب مختلفة وقرر وينهو الحمل خلينا يبدأ مع أخينا باسل بس لا نرجع نذكر الفرق بين الاثيكس واللو والمورالز لأنه هذه اللي هي بتخلي صراحة نصير الدنيمة بهالموضوع تفضل أخينا باسل نعم هلأ اللوز هي أوضح شيء اللي هي القوانين الموضوعة اللي هي بيضعها البشر بناءً على معايير معينة نبتحكم وبتنظل الأمور هو القانون المدني أو الجنائي بيقول أنه ما في إجهاد بهي المكان أو في إجهاد مسموح إجهاد غير الطب يعني سبب غير طبي ما بيسمع فيه ما بيسمع فيه وبالتالي هذا هو بيحكم كل شي بدنا نعمله سواءً كنت موافق معناك موافق بيحكمه بحد يعني أنت تكون رغبتك شيء ولكن قانون بيحتم عليك شيء آخر فأنت مضطر تلتزم فيه كمريض وكطبيب تمام خليني خليني أحكي عن المورز أو القيم واللي هي المبادئ اللي بيمشي فيها الإنسان اللي هي ناتجة عن تراكم خبراته الحياتية بناءً على إيمانه بناءً على منشؤه بناءً على قدرة على تعليمه على ثقافته فهي كلها المبادئ والقيم اللي هي بتسير حياته وبعدين عندك الأخلاق واللي هي مزيج من هدول الاتنين واللي هي الضوابط اللي متعارفة عليها واللي يسمح فيها أو التي تجيز أو لا تجيز أخلاقياً عمل شيء معين ولكن هي كمان نابعة عن مبادئ الشخص المؤمن فيها ونوعاً ما يعني بتكون في نفس مسر القوانين ولكن ممكن تكون مختلفة معها خيب أخينا يحيا معنات أن نحن هنا عندنا المريضة جائنا عندك بعمر حملي معين بدءاً من أسبوع واحد حتى ثلاثين أسبوع خليني أقول تعاملت كيف تعاملت حيكون معاها لما بتقل لك أنا بدي ينهي الحمل هذا شو هو الطريق للتعامل حسب القوانين اللي عندك أنت وكيف ممكن الأطباء زملائنا بمختلف مكان العالم لازم يتعامل مع هاي القضايا أكيد ممارسك الطبية لك الحق بحالات مثل هيك طبيب أنه أنت تدخل إيمانك الشخصي بالقصة وأنك أنت ترفض تقدم خدمة طبية إذا أنت لا تؤمن بالموضوع ولكن من حق المريضة أنك تحول لشخص آخر طبيب آخر يمارس الرغبة المطلوبة اللي هي الإجهاض لأسباب مختلفة هون الضابط الوحيد أن هذه العملية ما هي إسعافي هي رغبة شخصية للميضة وكان عم يطلوبة مستطلوبة يعني اغتيارية مطلقة تمام يعني ما فيه اغتيارية مطلقة على المريضة تمام واللي عم يحكي عليه الدكتور يحكي بعموه بعلم الأخلاق الطبية هو الاعتراض قيمي على ما أضم الترجمة العربية قيمي قيمي أو ضميري أو هاي شي يقول لك أنا ما بدي ولكن عفو للمقاطعة تفضل دكتور لا لا نهمك تفضل هلأ ما عليش نرجع خطوة صغيرة للوراء طلال انت حكيت في خلاف حتى على موضوع من الحمل بحد ذاته قبل الحمل حتى يعني إذا بنا نرجع للقصة حتى مثلا المورالز أصدق المورالز هي يعني مثلا بالدين المسيحي الكاثوليكي ممنوع من الحمل هلأ سواء بمارسوة لكن الدين يمنع من الحمل يمنع تناول حبوب من الحمل حتى لدرجة انه منع وضع الأولاب حتى الناس اللي موظفين من قبل هيئات مثلا عن المشفى كاثوليكي بأحدى المشافل اللي أمارس فيها أنا ممنوع تقديم هالخدمة للموظفين دخل هالمشفى يعني ما بيدفع على التأمين طبي لتقديم هالخدمة مثلا بهالدرجة حتى موضوع حتى إسلاميا يعني موضوع من الحمل في عليه خلاف موضوع فينك تعطينا من الحمل إسلاميا أظن أنك مطلع كونك تشتغل بهذا الموضوع فين يخذك أنا كوني قرأت عنه أنا ما أنا بشتغل فيه من الحمل حتى إسلاميا أنه يدخل ضمن الكراهة بدون سبب أنه لازم ما تمنعه أنت ولكن يعني أغلب من الذهاب وخصوصا شافعي مثلا أنه يسمح من الحمل قبل حدوثه يعني صار موضوع شبه إجماع أنه حلال ولكن يفضل أنك ما تمنعه هذا الخلفية الإسلامية موضوع الإجهاد نفسه إذا مدام منع الحمل ممنوع مسيحيا فالإجهاد نفسه وهذا شيء معروف ربما مرضيء عليه ممنوع تماما بالكاثوليكي الدين كاثوليكي وأنت عم تشتغل مشفل كاثوليكي وأظن عندك كثير قيود في أحدهم كاثوليكي ممنوع فيه عندك قيود كبيرة عن موضوع الإجهاد حتى لا أسباب مطلقا وإذا تم الإجهاد قد يفقد الطبيب رخصة ممارسة المهنة وأصلا يعني لم تحصل حالة إجهاد اختيارية واحدة في هذا المشفى بتاريخه طبعا ربما نضيق للمتابعين زملاء المتابعين أو المشاهدين أن قضية الإجهاد بأمريكا قضية أخذت بعد دينه أصلا وأخذت بعد سياسي فهنا فيه انقسام كبير عليها نرجع على سؤالك في موضوع قبل حصول أو إسلاميا نفخ الروح اللي مثلا من نقول 40 يوم أو الإيكو يظهر نبض القلب موضوع حتى إسلاميا عليه خلاف لكن أنه يعني فيه يعني مخرج فقهي جيد تعرفوا أنه يمكن العمل أنه إنه إنه الحمل ولكن بعد ذلك اختياريا أنا أتوقع أنه معظم المذاهب الإسلامية تحرم موضوع الإجهاض الإختياري بالمرحلة اللاحقة من الحمل يعني بعد ما الجنين يتكون وصار فيه نبض قلب أو بث الروح أنا بقول اللي قرأته من كتاب البوطي اللي هو الإجهاض اللي وصادر عام 1976 المذاهب الأربعة مختلفة بهذا الموضوع بس كلها بتتفق أنه بعد المئة وعشر الأسبوع الشهر الرابع أظن مئة وعشرين يوم هي الشهر الرابع صحيح أنه بعدها هيحرم مطلقا إلا لسبب طبي يعني الإجهاض اللي هو الإلكتب اللي هو إنه اختياري هلأ قبله المذهب المالكي يحرمه مطلقا باتفق مع الكاثوليكي اللي هي بيقول إنه ما في إنهاء الحمل لأنه بأي مرحلة هو كانك عم تقتل الجنين أنت الشوافعة والأحناف على اليوم الأربعين والحنابلة على اليوم المئة وعشرين أنا أتصور يعني إذا بننظر الموضوع نحاول النسقع بين الأحاديث والمذاهب والطب أتوقع مئة وعشرين رقم كتير كبير أنا شخصيا أنا لا أمارس أي إجهاض أولا ولا أؤمن بالإجهاض الاختياري هذا رأيي شخصي أنا لا أمارس أي إجهاض اختياري هذا المورال السبعة تماما لكن إذا بدي حاول أنه لا تنسى إذا بحاول نوفق الطب الحديث مع الحديث يعني ممكن نوصل لنبتة الأربعين يوم أو ما يسمى بعد نبض القلب اللي هو عادة بنهاية أسبوع الخامس من الحمل بداية الدورة فهذا يتناء يتناء أتنين يتماشر سوى بين نبض القلب وبين كذا فقبله ممكن لكن بعده أنا لا أجد أي مخرج ترجيح البوطي حقيقة مشان يكون إنقل قراته بالكتاب ترجيح البوط هو يوم الأربعين حقيقة واستثناء استثناء ممكن نحكي مع باسل لاحقا إنه ممكن تمدل للمئة وعشرين إذا كان في حالة استثنائية ممكن نحكي عليها بعد شوي فوالله العليم يوم بمعنى آخر المريض يأتي عندك بمعنى معينة المريضة أو المريضة يعني الأهل الزوج وزوجة يأما هنلا يؤمنوا فيه مطلقا أو هنلا يؤمنوا فيه جزئيا وقانوني لا يقول مشفى تبعك ويحدد مرتان شو هي الحدود تبعك لتتصرف صحيح كلامي؟ صحيح ممكن أعطي بس خبرة شخصية مشاهدة شائعة كوني طبي أنا أطلقى كتير اتصالات به لأسباب عادة غالبا عدم القدرة على يعني ظروف حياتية مختلفة لا تسمح بي حمل الآن فبناء على هلأ يسألوا أنه ممكن نعمل الإجهاض باكر السؤال باكر جدا يعني هلأ شخصوا الحمل فبعد ما أعطيهم وجهات النظر القرار طبعا أنا ما أدخل حالي بالقرار أتركهم أن يتخذوا قراراتهم غالب الحالات معظمها اللي تعاملت معها لم يتم الإجهاض بها تمام وغالب الحالات كانوا سعيدين جدا يعني يمكن مية بالمية من قرارات العمل كانوا سعيدين جدا بقرار عدم إنهاء الحمل لاحقا يعني الشدة الحياتية المؤقتة عادة أغلب الناس الاستشاروني لم يمارسوا الإجهاض وأغلبهم كانوا سعيدين جدا وزرتهم شفت أولادهم اللي كان الحمل السؤال عليه وكانوا جدا سعيدين بهالقرار لأنه الشدة الحياتية خلتهم يسألوا هالسؤال بعدين كمّل سواء ناس مسلمين أو عرب أو حتى أمريكان أنا ولدتهم فالغالب الحالات تكون دائما إنه إنه القرار استمرار الحمل القرار اللي بيخللهم سعيدين فيه والعكس بالعكس لما صار حالات إنهاء حمل أنا عندي مرضى تم إنهاء الحمل بسبب اختياري مثل هالوضوع وبعدين لاحقا صار مشاكل طبية منعة حصول الحمل فكان دائما في نوع من الندم الشديد والمشاعر إنه السلبية تجاه القصة إنه ليش عملنا وحتى منه يوصل الموضوع القلط أو الله عاقبنا لأنه عملنا كذا ولم يحصل كذا طيب أخينا يحيم أنت خلينا ننهي هذا الموضوع أنا لا كطبيب أنا عم أحكي أنا طبيب بسوريا مثلا هو الجلسة هي موجهة الأطباء عموما وخاصة الأطباء بسوريا ومنطقة العربية يجي تني مريضة وعم تطلب أنه تنهي الحمل وما في عنده أي سبب طبي لهذا الإنهاء شو هي العناصر أو الأمور اللي يلازم أخذها بعين الإختياء أو بحسباني لما بدي أخذ القرار أن يساعدها أو ما ساعدها أو حولها كيف تعمل كيف لازم يتصدر في الطبيب بهذا الحال سؤال لأي لي وإلى باس لأي لك سؤال سؤال أنا أختياريا أول شغلي لازم أو نصح المريضة وتبين الإيجابيات والسلبيات الموضوع أشوف الخلفية السبب اللي هي عم تطلب هذا الطلب مثلا إذا بدنا نحكي بسدق في حالات اغتصاب هل أنت رح تعتبرها في حالات خوف من وصول هاي حالات يعني بجوز بسوريا أشرع من عندي هون مثلا موضوع خوف من جرائم شرف في حالات أخرى موضوع الموضوع الزوجين حياتهم مهددة بالطلاق أو مرحلة الطلاق في حالات أخرى أنه صعوبات مالية وصعوبات عمل وفي حالات أخرى أنه خوف من مشاكل طبية أو أحيانا أنا ما بدي أولاد هلأ أنا عندي اتنين وخلصت وفشل منع الحمل أو ما استخدمت منع حمل فبعدين أنا بحول المريضة أبل أن أنا ما بمارس العملية ففي حدا ثاني عمر الحمل بيأثر مثل ما اتفقنا أنه عمر الحمل بيأثر بقرارك أو بنصح القامسلين تبعك أكيد تحت مريضة 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 أصعب بكتير بكتير من مريضة ثلاثة السابقة فمتى ما تجاوز المريضة وعشرين يوم حتى لو كان سبب جنائي حكينا أنه هذا الفتوى حسب الوطي حقيقة نرجع مرة تانهم وترجيحه أنه ممكن تلجأ بحالات استثنائية فلو كان حمل سبب اقتصاب مثلا أو حمل زينة مثلا خير نقول ولازم في خطر حياة الأمصار فربما والله العليم يمكن تلجأ للفتوى الشاذ اللي هي الأضعف أنك تعتبر المئة وعشرين يوم والله العليم نعم في مخرج إذا كان في مثل اتفاق من الطبيب بس بعد المئة وعشرين يوم يصير قتل حقيقة ولا تتفق معي ولا لا نحن كل الموضوع خلافي نقول لأ آخر بس شو إضافتك على هذا الموضوع لازم نعتبر بدقة قانون المحلي حتى في سوريا لأن أنا أطباء نسائية بسوريا أن شو ما كان السبب حتى في احتيالات على أطباء من قبل المرضى لإقناعهم أنه هذا هو السبب للوصول لهدفهم المرضى فالموضوع فعلا أنه منطقة رمادية كتير واسعة فضل باسل كيف الطبيب النسائية اللي حيساعد مريضة بتنهاء الحمل وإنهاء المساعد لأنه المريضة ما بدها الحمل ما في سبب طب بمرة تانية كيف الطبيب يرجع على بيته بآخر الليل وينام وهو مرتاح الضمير أنه عمل الشي الصح شو نصاحك أخينا باسل هلا أكيد إذا أنت طبيب نسائية فأنت رح تمرى عليك هاي الحالات بشكل دائم يعني أكيد ممكن الأطباء الإجداد على المهنة يعانون منه شوية أكثر من الأطباء الخبراء برأي أنا أنه الشخص لازم يتصالح مع نفسه ويحدد مقهوم للبداية هلا ممكن يتغير مع الزمن مع تراكم ممكن لاتنا عن نفس المبادئ ممكن لاتنا محكمية بنفس الضوابط القانونية أو الأخلاقية الموجودة فأنت لازم تحدد من البداية أنا منهجي هيك وتستمر عليه بس لازم برغم كلها تكون أنت واضح أنه أنت يجي المريض لعندك لك أنا بدي هيك ما تقل لأ أنا ما بدي شوف لا لازم لازم لأ إلا أنه في أطباء آخرين ممكن يعملوا هذا الشيء يعني ما تطغى برأيك أنت على قرارها هي هذا الشيء راجع لها بالأخير هو جسدها بالأخير هي بتتحمل هذا الشيء سواء شرعيا سواء طبيا ولا إلى آخر بس يحي أنا عندي سؤال لك لموضوع الأسباب المرضى ليش بيجوا بيطلبوا الحمل هل في عندك أحصائيا هل نعم ممكن غالبا أكيد في صار دراسات أنا ما عندي دراية فيها ولكن شو نسبة الناس اللي هي بتجي بتقل لك أنا بدي فقط أعمل إسقاط للحمل من غير أي سبب بفترة متأخرة هل هذا الشيء متأخرة شو تعليف يعني مثلا المرحلة الخطيرة اللي صار قابل الحياة يعني هل هذا الشيء شائع عندكم عندما تيجي مثلا الشخص مثلا بالأسبوع مثلا الثلاثين تقول لك أنا ما بدي أعطيك أي سبب أو أي شيء أنا بدي إنه الحياة هل هناك إحصائيات على مستوى الولايات أو أميركا أتصور أكيد بإحصائيات أنا لست على دراية بها بس نادر جدا نادر نعم صراحة خضت خضل خضل كمين لكن طرحت نفس السؤال على أطباء ممارسين هون بماساتشوستس اللي هي ولاية أعتبر جدا وبيمارسوا هذا الشيء قالوا لي في الحياة العملية ما بيشوفوا كثير من هذا الشيء ولكن توجهوا هنا بالمراكز لبعيتهم الأطباء لأنني حكيت معهم في حال إجا هذا الشيء بيستشفسوا عن السببب وبيحاولوا يقدموا دعم للمريض سواء عن طريق الاجتماعي عن طريق الطبيب النفسي ولكن بالأخير إذا المريض أصرت أنه ما تحكي سبب ومصر على إنهاء الحمل فهنا بيعملوه يعني بس يا باسل أنت عم تحكي بأمريكا يعني 30 أسبوع يعني الطفل أنت فينك تدخل بقيصرية والطارة ويحطوا بالحضانة فكيف أنه بدين يتلوه يعني نفس هذا الطبيب نفس هذا الطبيب إذا بيروح على تكساس ممكن يحاكموا ويسجنون هذا في قتل يعني بالشرع الإسلام يعني ما في الشرع هلا هون خالقتل هذا وأنا ما عم أقول لك بوافق أنا عم أقول لك الرأي اللي أعطوني بس هدول أطباء أمريكا بس يبدو ما نحالة شائعة مثل ما اتفقنا أنه يبدو أنه ما بدأ تأخذ ما بدأ الحمل يعني غالبا بالأسبوع العشرين أخذت قرارة صراحة وحتى في رفض مجتمعي لهذا الشي رغم أنه قانونا مباح قانونا قانونا بماستشوست في ولاية نعم في حماية للطبيب بحيث أنه حتى يعني بيروحوا بيطلبوا عادة هذول الطباء حماية أن الشرطة بحيث أنه بيوتر مثلا تكون محمية أرقام تليفوناتهم محمية مشان أنه ما تكون بابليك ما تكون شي يعني بيفئلهم لأنه بيعرفوا لأنه حتى المجتمع بولاية زرقاء جدا مثل باسلتشوست ديمقراطية جدا وليبرال جدا ومع هيك في عدم تقبل المجتمع لهذا الشي طبعا أنا حكيت سألت يحيى بس معها ما حب يعلق بس هي تعليق على كلامك مرتاني ربما الزمراء يتابعونا الموضوع الإجهاب في أمريكا هو موضوع ديني أول شيء خلفية دينية الكاثوليكيين ما بيرضوا فيه وحتى البروتستان والله العليم أنا ماني متعمق بس هذا نعكس سياسيا الحزب الجمهوري أكثر تدينا ربما أو يتمسك بالتديم الدين المسيحي فبالتالي الجمهوريين أحد شعاراتهم الانتخابية هو من الإجهاد بالمقابل الديمقراطيين أحد شعاراتهم السياسية أنه السماح بالإجهاد وأنه ترك الموضوع للحرية الدينية للمالية نفسه ويختار هو البناسبة دينية فهذا الموضوع يفترض يكون موضوع طبي أصلا أخذ بعد ديني حتى أنا كشخص بشتغل بأخلاق الطبية بشكل يومي أهم شيء بالنسبة لي بهذا الموضوع أنه أنا ما أعطي رأيي الشخصي حتى للطبيب لما بيقول لما بيسألني عن هذا الشيء بحاول بعض عن هذا الشيء لأنه أنا قيمة رأيي واضح بهذا الموضوع لا أشاركه هنا ولكن أنا صراحة مشابه جدا لما سلكون أنتو ولكن حتى ما فيني أقول له أنا برأي هذا الشيء للأخلاقي لأنه بالمنطقة تبعيتنا العرفتها بعدها صراحة المتعرف عليه يعني مقبول أخلاقيا لأنه تعمل هذا الشيء إذا تطلع بتمشي مسلا فقط مثلا 600 أو 700 مايل بيصير أم المرفوض هلأ هو كمان لازم نحط موضوع الاستقطاب السياسي بس يقرب موسى من الانتخابات طلال بتشوف أنت كل هو عبارة عن شعبوية يعني أنه الخطابات هي كلها للوصول للإنسان العامي والوصول اللي له بشكل عاطفي وليس بشكل يعني عقلي عقلاني أو منطقي فبيحطوا كلمة الإجهاد أنا ضده مطلقا أنا معه مطلقا بينما الموضوع شائق جدا وإلى تفاصيله الدقيقة فبيجوز يعني مثلا بيجوز الكلام قد يكون ذو منطقية لما يحكوا على الإجهاد الجنائي أو الإجهاد الاختياري ما يدخلوا فيه الإجهادات أو إنهاء أنا ما بسميه إجهادات أسميه إنهاء الحمل طبيا العلاج مثلا حالة مريضة صار معها انبتاق أغشية باكر 15-16 السبوع هذه المريضة ممكن توصل لمرحلة سبسز أو إنتان دم وإذا وصلت لها لحالة دخلت مريضة يمكن ما تعيش يعني المريضة فإذا بدشت تظهر عليها علامات هلأ ممكن تصير هالإنبتاق الأغشية وتعيش الحمل للأرعاو تلاتين أسبوع وتولد يطلع ولد تمام وما في شيء لكن إذا بدشت تظهر علامات الإنتان على المريضة أو الالتهابات التي يسموها فمنك حرارة وارتفاع كريات ودخلت بإنتان دم هالمريضة ستموت فأنت لازم تنين حمل تسع في المريضة وطبعا إذا الأم أنت قلت نفضل حياة الأم وللجنين إذا الأم ليست بخير الجنين لا يحكم بخير أكيد فهذا الحمل لازم إنهاؤه ليس إجهاض وإنما لأن الأم تعيش في فرق بين أنه ظهرت عليها علامات الإنتان لازم تنهي قطعا ما عاد خلاف الموضوع ما عاد أن أنت عم تمارس إجهاض وإلا أنت قتلت الأم كطبيب حتى بالمشافي أنا بمشفى كاثوليكي متشدد جدا نحن نحن مننهي حمل به عن مريضه بهالحالي بضمن هالمشفى لا يعتبر إجهاض اختياري لأنه صار أنت قتلت لهم بينما حالي أنه صار عنده انبطاق أغشية وعنده احتمال لسه جيد ما ظهر عليها أي من علامات الإنسان أو الالتهابات ممكن احتمال كبير يعيش الجنين فالموضوع أنه لازم لا نجمل لازم نتفع على الموضوع ما نجمل لكلمة إجهاض تحت أنه الصنف واحد صح أنا دائما بالنقاش بهذا موضوع الإجهاض أو انهاء الحمل عادة نقاش فعلا شائك مثل ما قال يحيى ما فيك تشمل الكلبي تحت مسمى واحد ولكن عادة لما بصير هذا النقاش النقطة خلافية اللي نحن دائما بنوصل لها أنه هل الجنين له شيء اسمه موريل ستاتس أو اللي هو له قيمة أخلاقية حقوق أخلاقية وبنرجع نفس الشيء بنختلف أنه معناته قيمت ممكن الجنين يحصل على حقوق أخلاقية حتى حتى طبعا هذا ضمن الحكي هل هو من لما مثلا بصير عندك الإلقاح من لما بصير تعشيش من لما بتظهر علامات نبضات القلب مثلا حتى ضمن نبضات القلب في ناس بتقالك الفلوترينج مختلف عن النبض حتى ضمن هذا صار فيه عندنا نقاش ولكن فعلا الجواب أو السؤال اللي عادة للناس بتحدد موقفة منه على الأقل ضمن الأخلاقين طبيين هو هو قيمة نحن ممكن نطلق على المكون الحمل هو إنه هذا صار شخص أو صار إنسان واللي أنا بشوف غالبية الناس بتتجه لوقت تشخيص نبض القلب ولكن عادة تحديد الحياة هو هذا هو اللي سبر حصد دخول الروح ربما مسيحيا طريقة الإفتاء مختلفة إنه هو باتجاه الحياة وبالتالي حتى منع الحمل مثلا حسب كلام يحيا ممنوع عندهم ففعلا هو العلم هون ما أعرف إذا يحيا يفيدني بهذا الكلام هل نبض القلب يعتبر بدء الحياة فعلا نحن حاليا بالمتعارف عليه بالممارسة الطبية هو نبض القلب محدد رئيسي للاعتبر إنه في حياة ولكن عدم وجود النبض لا يعني إنه جنين غير حي طبعا إذا أنت بتعمل سكان أو ألترا ساود لجنين بعمر أسبوعين من عمره الحقيقي يعني بعد من حصوله ما هتلاقي طبعا في عوامل كثيرة قد أنت ما تشوف فيه نبض القلب مثلا مريضة بدينة مريضة عندها إلياف على الرحم في عندك حتى التوائم إذا بتعمل ألترا ساود أو إيكو باكر جدا قد أنك ما تشوف توم لسه مثلا إذا كان طبعا هل هو الإيكو عبر البطن ولا الإيكو عبر المهبل فكمان في عنا هذا موضوع أنه الدقة وقدرتك على التشخيص المريضة عندها إليف رحمي عشر سانتي وورا الحمل ما رح تشوف شي لسه مع أنه قد يكون موجود أو غير موجود لذلك لنفرض بحالة معيارية بسيطة سهلة وجود نبض القلب هو محدد رئيسي للحياة طبعا بالذات إذا كان موجود واختفى مثلا هذا نعتبر قطعا وفاء إذا كان ما تم تأكيده مسبقا قد يكون إذا بتعمل إيكو بعد بأسبوع بتشوف نبض القلب بس هل يعني ما كان عايش لا كان عايش بس نبض القلب ما موجود بس هذا بعده جنين حي هو كلم حي هلأ التمييز بين حياة الحياة اللي هي التعريف الحياة مراتين التعريف الديني للحياة وجود الروح أنا بحكي إسلاميا مقابل حياة الخلوية يعني أنت لما بتاخد كليا من شخص أنا طبيب زرع تاخد كليا من شخص وبتزرع بشخص هاي الكليا ما ماتت هاي بعدها خلايا حية طيب هل فيها روح بصراحة هذا موضوع يعني أنه مراتين تعريف الحياة صعب أنك تاخده طبيا وهي هاي الكليا الدم إنت لما بتاخد دم من شخص وبتعطيه لشخص ثاني نقل الدم هاي خلايا نقلت خلايا حية قابلة للحياة ولو ما كانت حية ما نقلت أصلا فبجرة الحياة الخلوية لا تعني الروح للأمانة هذا هو اللي أنا أفهمه بالتوفيق بين الطب والدين لا تعني الحياة الخلوية وجود روح الروح شيء غيبي ما عنا فكرة إلا اللي بنسمعه بالنصوص أو اللي بنحاول نوفق فيه بين اللي بنقرأه واللي بنعرفه طبيا طبعا الموضوع شائق جدا يعني نحن حكينا هذا الشيء بمقابلات سابقة نحن لسه ماتن فيه اتفاق كاملة وإجماعة على الوفاة ما بارك الحياة والوفاة شيء بلموس ونحن نعرفه ونسأل هلأ الناس بتقللك الوفاة القلبية ونفاة دماغية يعني هلأ فيه هذا النقاط ما بارك الحياة ربنا نبدأ للقطة ثانية متعلقة بالنقاش اللي نحن فيه هلأ نحن حكينا عن موضوع الإجهاد ربما أظن غطينا ما في الزلسة في شيء نحكي عنه بس أحد النقاط اللي أثرناها أنه ممكن يصير الإجهاد لسبب أنه أنت تشوف فيه تشوهات عند الجنين يعني معنى آخر نوعا ما أنت عم تحاول تحسن النسل من خلال الإجهاد طيب نحن حاليا هلأ الـ IVF أو هو طفل الأنبو بالترجمة العربية ربما ترجمة صحيحة هؤلاء هو القاح خارج الرحم أنه أنت فينك تختار أنه عم يصير هذا الشيء صار طب شائع جدا يعني ما عاد موضوع النقطة الفورية بخليك تنور على طفل الأنبوب والنقطة التالية التشوهات التشوهات هي يعني طيف واسع من تشوهات بسيطة جدا لا يعني مثل مثلا شفيت أرنب صحيح بساطة يعني يتم عملية تجميلة بسيطة والشخص يعيش كحياة طبيعية مطلقا وشغلة بسيطة جدا أو مثلا نقص أصبع أو مثلا شغلات بسيطة جدا وقد تكون التشوهات تصل إلى مرحلة قابلة للحياة لكن تشوهات شديدة جدا من تشوهات تنسية أمعاء شرج عظام جمجمة ففي طيف واسع وعادة أحيانا يتم الخلط بين أنه 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 ما فينا كمان نحط المسلة وحدة أنه والله هاي التشوهات من كمان من منعطية نفس في ناس مطلقا ضد إجراء أي شيء لتشوه غير مميت مهما كان شديد وناس بيكونوا جدا متحررين لأنه والله ما عشفت أنه ما بني الولاد فهنا بيرجع لنقطة باسل أنه القيم من حق الجنين أنه ما تكون مجرم بحقه فهي نقطة لازم كتير تكون واضحة بعدين في نقطة تانية تعليق عليها لأخلص من قصة أنه نحن 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 كأطباء هلأ لازم كتير نفرق بين هذا حكي وبين إذا كان حدا غير طبيب عم يسمعنا نقطة كتير شائعة أنه المريضة بتجي لعندك وبتقول لك والله قالوا لي أنه ما رح يعيش ليكو مثلا مثل الأمر الولد طالع وعايش وما في شي وخربطوا أو قالوا لي والله أنا مستحيل أحبال وبعد بشهر طلعت حامل قالوا لي أنه الولد معه منغولية ليكو طلع طبيعي هلأ هنا في موضوعين موضوع غالبا غالبا معظم الحالات هي كلمة قالوا لي هنن ما قالوا لها هي فهمة هيك هنن قالوا لها مثلا شايفين شغلة هي من أحدى علامات تناثر داون أو ما يسمى المنغولية ولكن ما قالوا لأنه الولد معه منغولية قالوا لأنه لازم نعمل فحص تاني وأنا ما عملت الفحص وطلع الولد ما في شي فأنت فهمتي هيك هنن ما قالوا لك هيك أو قالوا لي الولد معه كذا وكذا أو قالوا لي ما بحبالي هو الدكتور ما قال لك ما بتحبالي قال لك أنت جايل عنده لأنه ما بتحبالي بس طلع عندك مشاكل بداء علاج بس هذا لا يعني إنه لا يتم الحمل بشكل عفوي بس أحيانا يحيى بس عليك أن تنبذ ما بحبال أنه ممكن أحيانا تقدير الطبيب ما يكون صحيح يعني صراحة غالبا غالبا هاي كلمة قالوا لي أنا صارت معي أنا قلت له وأنا قلت له فالفكرة أنه هي قالوا لي وغالبا فبدأ تفلتر كلام العامي أو هني شو فهمه من كلمة لأن المريض أحيانا يسمع ما يريد أو يصطفي هلأ الجزم بالطب حقيقة ما نصحيح يعني ما في طبيب يعلم الغيب وهذا الشي متفقين عنه تمام ونحكيه بكل جلسة أنه أنا ما بقدر بعرف مية بالمية شو هيصير أنا أقول الغالب احتمال الحمل صعب عند هاي المريضة بس هي بتفهم مني أنا قلت له ما رح يصير حمل مثلا وفي كلمة ما يسمى قالوا لي هنا فعلا قالوا لها وهذا خطأ طبي مثلا ودخل عوامله الشخصية الطبيب مثلا أنه رأيه أنه والله أحسن ننهي ونبلش جديد أحيانا ودوم ما يعطيه هلأ منرجع لموضوع رئيسي أنت حكيت فيه سابقا بتصور طرح على أقل بوستاتك موضوع هل القرار هو مشارك بين الطبيب والمريض والهو قرار أنه أنت الطبيب اللي تفهم والبتناليستيك يعني أنت أنت بتقرر عن المريض لأنك أنت أذكى وأعلم منه فهون الخلاف بطريقة ممارسة الطب بين أمريكا مثلا وبعض البلدان الأخرى مثل سوريا حد الآن بعض الحالات فالموضوع أنه قالوا لي إذا أحد يسمعنا غير طبيب هذا موضوع أنه غالبا يعمل طبيب أخطأ بالتقدير أو هو قرر على المريض لأنه طبيعة ممارسة المهنة وهذا يجب أن نتجاوزه أو مثلا ففيك تمتقل النظر الثاني بس هذون عندما دائما فتحت الطب الأبوي لأسف موجود بطب النسائية ربما من نسبة أظنها جيدة ببلادنا للأسف لأنه طبيب ليش لأنه طب النسائية بشكل عام في منطقة رمادية واسعة تحتمل يعني أنت بتعرف إذا أنا أقدم على دراسة بسيطة جدا على علاج فقر الدم عند الحوامل صاري ثلاثة سنين لأخت الأبروب أو الموافقة على إجراءها هي دراسة تجريبية على المرضى أنت شو بك تعالج فقر الدم بالحديد أو راوز الحديد يعني بجرعات ونوع العلاج فلما تجري أنت أي دراسة على الحامل كتير صعب تحصل الموافقة لأنه غير نفس ففي عنا مثلا إذا أنت بتعرف أنت طبيب النهاية سابق مثلا التوصيات القلبية خوارزميات كتير صارمة وواضحة في كتير أبحاث علمية صار أنه واضحة بطب النسائية في عندك المنطقة الرمادية يلي أنت يجيب أربع دكات رقد لا يتفقوا على نفس الأربع قرارات على قرارات تقدير طبي طبعا موها الحكي أنه بكل شي بس في أمور في أمور كتير منطقة رمادية تحتمل الأخذ والرد تمام فمشان هيك يصير موضوع النسائية أصعب مو كل الأمور فيها خوارزميات واضحة مطلقا طيب كمناك فتحت الأبوية خلينا نرجع لباسل باسل يا ريت تذكرنا أنه الأبوية هو خيار مرفوض بالعام 1829 ما لازم الطبيب يفرض قناعته عن مريض صحيح يا باسل ولا لا يا أخي إذا بحسن أحلف لك بكافة الأديان أنه هذا صار شيء مرفوض يا أخي فعلا الأبوية الطبية أمر مرفوض 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 ولا يوجد مبرر إله مبرر إله بشوف كتير من زملائنا بسوريا بيقول لك أخي نحن المجتمع عنا هيك نعم أنا معرف هذا الشيء ولكن بتمنى أنه تكون هاي مرحلة انتقالية بالمهنة بسوريا باتجاه التشاركية مع المريض حتى وإن كان مجتمعنا لسه بيرفض هذا الشيء لازم نحن ندوم من أحد أدوارنا كأطباء ومقدمين رعاية طبية أنه نحن نحاول نساعد المرضى بتقبل وتعليمه كيف يشاركونك لأنه ما فيك تتطور منه أنه أنت فقط تلقي عليه هاي المعلومات والطبية وفجأة أنه هو تحول إلى شريك جيد معك لازم تعلمه كيف يتشاركك مشاركة القرار والطبي لازم تعرفه كيف أنه أنت هون مصدر معلومات ولكن هو صاحب القرار لأنه الوجه الآخر إذا هو فعلا المريض حسب بالأبوية الطبية طبعك واحد من تنتين يا أما هو واصف جدا فيك فأنت أخذك على عميان يا أما إذا هو فعلا هو ما مغلوب على أمره تمام مغلوب على أمره فلما مشوق معك تشاركي فهو ما عاد يجينا عندك ففعليا هو حل هذه القصة بأنه ما عليش علق باسل الموضوع الأبوية رغم أنه مجتمعنا بسوريا بحاجة كبيرة أو حسب مجتمعات العربية أو مجتمعات العالم الثالث بحاجة كثير لموضوع تعليم وإدجيكيشن للوصول للقدرة على التشاركية بس أنا بشوف أنه عادة هي شماعة يستخدمها الطبيب لفرض قناعاته وإذا أنت تصني كثير حالات أنه يفرضوا عليهم القيصرية فرض فتقول له طب ليش بتعمل القيصرية ما عجبك بيمشي الدكتور من مشفى وأنه روح لإيدا حتى إذا رضي ففرض يعني تحت الإجبار يتم إجبار المرضى على عمليات وعلى شغلات هنين ما بدون يعملوها لسبب دكتوري من الطبيب تحت غطاء أنه المرضى ما بيفهمه وهي مشكلة كبيرة يعني أنا أتصور طرقة لبعض الحالات لحالات يعني جنائية صحيح صحيح طيب خلينا نقطة تانية ربما غطيناها جزئيا مرة تانية أنت ما عم تختار أنه أنت تنهي الحمل بسبب تشوه غير قابل لحياة أو تشوه مع معاناة شريطة فأنت عم تختار تحسن النسل نوعا ما أنه أنت بدك طفل يكون جيد أو بحالة معينة فحاليا طفل الانبوب هو الـ IVF أو الإلقاح خارج الرحم أو الإلقاح الصناعي الطب تطور للأمانة طبعا الطب أو العلم إذا ما كان فيه أخلاقي شخص أخلاقي ماشي موعا بيوصل لنقاط يعني بيوصل لأماكن ما أحدا بيحب يوصل لها صراحة فحاليا يبدو الطب أو العلم ربما يأكد لهالكلام أنه اختيار جنس المولود صار قادر الطب نوعا ما يختاره باس العميلي وأنا ما عندي فكرة إذا كان هذه الحكي صحيحة أو لا لازم راجعها حقيقة أنه حتى صار في نوع ما تقدر تختار الصفات المعينة للجنين أنت بالخارج الرحم نعم عملت الإلقاح والله العليم وراتني لازم راجعها أنه هل أنت فإنك تغير أو تختار الصفات طويل أصير عيونه خضر عيونه حمر مثلا فهل هذا الحكي أخلاقيا مقبول أخينا يحيا وبسمع منك وبعدها بسمع من بأسي سألت سؤالين بواحد أنت أنه أنه نحن هل نجعل السؤال الأول السؤال الأول لاختيار جنس الجنين طبعا هذا شيء صار سهل طبيا من ناحية العلمية باختبار وراثي ل الإمبريو أو الجنين قبل زرعه داخل الرحم و فيك تختار الجنين بكل بساطة طيب أخلاقيا مقبول هذا الكلام أنت بتمعرسو أنت مثلا أخلاقيا هذا الموضوع شئنا أبينه هو حقيقة أنه بعض المجتمعات يتم عمله وانتقاء الجنين وبدقة عالية نسبيا إذا بنا نختر إذا بنا نعمل اختبار ما قبل زرع الجنين داخل الرحم لكن يتبع القوانين المحلية يتبع أنه هل تسمح الولاية مثلا عن نبي عمله أو لا تسمح هل يسمح البلد حتى بأوروبا وأمريكا أو حتى أمريكا لاتينية حتى بالصين حتى بسوريا هل في قانون ناظم للأمر ولا لا فهذا الشيء هذا الشيء أنه بيرجع يعني معقد فأنا ما حقرر عن حدا لأنه أنت عم تحكي إذا كان سباحنا بالموضوع كل الناس سيختاروا أولاد ما سيختاروا بنات ما سيبقى بنات في المجتمع وبالتالي سيختار المجتمع يعني بجوز هذا موضوع صحيح لكن ليس صحي بدقة لأنه كمان العملية الانتقاء تخضع لخطورة هو مجرد حمل مجرد أنك تعمل حمل طفل هو حمل أعلى خطورة سواء على الأم ولا على الجنين من حمل طبيعي هاي واحد اثنين إجراء التشخيصي الزائد واللي هو الخزع للجنين قبل زرعه قد يميت الجنين مثلا يعني يحمل خطورة بحد ذاته فلذلك الموضوع أنه له مخاطره وله كذا فهل هو ممكن نعم هل له مخاطر نعم مخاطر سواء طبية أو أخلاقية نعم هل هو حلال شرعا أو حرام كمان هينوطة أخرى حسب الدين فهذا شيء وارد هل نرجع للسؤال الثاني اختيار الصفات الوراثية بجوز لازم نرجع خطوة كمان للوراء موضوع أنه كما نفتحنا الموضوع وهل حكي رغم أنه قد يتفاجأ السامعين أنه إلا لا نحن عنياها ممنوعة مثل الإسلام ما يسمى التبرع بالنطاف والتبرع بالبويضات لاختيار بعض الصفات في عندك أنت بنق النطاف في أمريكا مثلا تختار أنه الخلفية الثقافية الخلفية الشكلية العرقية أبيض أسود صيني كذا للشخص المتبرع بالنطاف الذي أنت لا تعرفه وقد تعرفه في أنواع مختلفة لمريضة مثلا الزوجين الزوج لا ينجب يصير متبرع بالنطاف واختيار الخلفية شو ما كانت للمتبرع بالنطاف أو غير معروض صارت الشاشة عندك غامقة ما عدنا شفناك لأننا حركت إيداك بس حرك إيداك مرتاني طيب طيب فينا فهذا الموضوع فنرجع عليه بس لحظة طلال أنه هذا الموضوع أو اختيار أو مثلا البويضة تبرع فيها فأنت بتقول أنه من المجتمعات الغربية هذا شي وارد جدا وممارسة شائعة أو على الأقل بأمريكا ما في نقول الغربية لأنه في عنا مرضى بيأي من فرانسا لأنه ممنوعة بعض الشغلات مثلا يعني من أوروبا حتى ممنوعة فما نقول الغربية كلهم متلب بعضهم أثنين أنه هل المرضى العرب أو المسلمين بيتقبلوا هالشي حتى تقول لي أنت أكيد لا لأنه أنت خلفيتك الثقافية سورية وبتعرف هالشي لكن الحقيقة في مرضى عرب بيأيوا على أمريكا مرضى وبيعملوا هالشي بس ما بيحب يقوله هل هي مورالز يا يحيا بالنهاية فيه المورالز هي القيم اللي بتؤمن فيها أنت هلأ سواء كانت سبب ديني أو غير ديني هذا هو قناعاتك الشخصية هلأ ممكن للناس متدينين الدين مثلا دين الإسلامي قراروا بهذا الموضوع واضح أنه لازم يكون البيضى والنطفة من زوجين بعقد شرعي هلأ اللي بده يخرج على هذا الموضوع هو حر بده بقى يفتيها بطريقة تانية مرة تانية أنا ما ما أفرض قناعتي عن شخص بس كل من هو بيقدر يكيف الموضوع بالطريقة اللي بده إياها صراحة بيقلك أنه يعني صعب أنك أنت تفرض قناعتك على شخص تاني وانت بنهاية كطبيب غير كأخلاق غير كرجل دين صحيح أو لا طيب أخينا باس موضوع اختيار الجنس هل برأيك أخلاقية مقبول يعني أنا مرة تانية ما في القانون بسم عنكم شو غضر اختيار الجنس هل عندك فكرة غالبيت ومسموح صراحة بولئك ولكن كمان بتمتقي ما قلنا شو السبب ولكن عادة المريض حتى ما نريد بحاجة تقدم بسبب ولكن الخلاج بده ولاد أو بده بنت وهي حرة تختار بده إياها السؤال أنه هل نحن في عمنا هذه التقنية موجودة ما شرش حتى ما نستفيد منها لأنه كمان أحصائيا صراحة ما بعرف ولكن ممكن في كتير ناس بقول لك بدنا ذكور في ناس بقول لك بدنا إناث فحتى نظرية أنه ما كل البشر يروحوا بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه حسب المجتمع إذا بتسألني عن المجتمع الصيني بقول لك غالبيتهم بدهم الذكون لكي يساعدوا أهلهم مثلا بالزراعة أو بالصناعة لأنه محدود عدد في نسوان عنده بينما بالمجتمع هنا أنا بعرف أسرة هنا عندها طفلين والطفلين تم اختياج نصد هلأ إذا إذا إجدتك أسرة هلأ ينقطة الخلافية لنزيدها أسرة عندها خمس بنات وزوجين هنا بدنا نصبي وهل في قدرة ضمن المجال الطبي بخطورة منخفضة نسبيا للاختيار فهذا بتصور سؤالك أنا شخصيا لا يوجد مشكلة هذه الحالة تمام فهل فيها مشكلة فهي حالة بخطورة بخطورة بس لما تجد المجتمع عموما لك مشرع بأصل ما عدد الطبيب لما يجد المجتمع عموما لا يأخذ غير ولاد فأنت هم تحط قوانين أنا مرة تحكي أعلم موضوع الطبيب بخطورة هل نقطة المجتمع عدد الولادات الطبيعية العفوية التي هي اختيار جنس عشوائي أعلى بألف مرة من هذه الحالات فما ستأثر على المجتمع وهذا دائما طلال من نشوفه نحن حتى أخلاقيا الخوف من توجه نحو مرحد أرزلق أو دائما نقوله صراحة هاي رغم أنه هذا تخوف موجود ولكن صراحة هو عادة فزاعة تستخدم بشكل كبير أنه ما بدنا نروح باتجاه هذا ولكن مثل ما قال يحيا أنه تكون حالات النسبة صراحة حتى تهمل من كتر مالها صغيرة طيب أظن نحن نقرب على الساعة ما وصلنا ساعة وله بعدنا أنا ما نشايف صراحة حسنا في نقطة كان ببالي صراحة حابب أخذ رأي يحيا فيها وهي ربما ما مشوفها في مجتمعاتنا الشرئية كتير ربما بالمجتمعات الغربية أحيانا أنه أنت الوسيلة الوحيدة لتعالج الطفل أو الجنين مش طفل وصار البعده ببطن وأنك تعطي الدواء من خلال الأم فعادة مثلا الأكثر دواء شيوعا مثلا إذا ما يكون في حالات تهديد بالولادة الباكرة فلازم تعطي أدوية تسرع بإنضاج رئيتي الجنين ربما يحيا أدرى مني بهذا الكلام بيعطو ديكساميتازون مثلا بحيس أنه بسالة الولادة الطفل بيكون فرصه بالنجاة أعلى وربما يحيا الماكنيزيوم وكذا في الأسطبابات محددة فلما بيكون الأم والطبيب على اتفاق أنه نحن نعالج الجنين فنحن متفقين مدام الأم أو الأهل مع الطبيب متفقين بس في حالات معينة وهذا بيجي بالامتحانات حقيقة ربما للزملاء الطلاب أن الطبيب بيكون عنده نصيحة معينة ليعالج الجنين والأم بترفض تأخذ العلاج لأنه هذا علاج مموجه لجنين يحيى مرة عليك الحالات أكيد غالب الحالات الأم ترضى بس حالات ترفض أنه الأم لا بد تأخذ الدواء لأنه هذا ملأ لجنين هلأ نحن دعنا نأخذ نفس مثالك مثال الاستيرويد بيتاميثازون لكي أنضاج رئة الجنين الموضوع صار أنه تعرف أنت نرجع لأصل القصة هل من واجب المريض أنه يتعالج موضوع فقهيا أنه المريض يجب يأخذ علاج هلأ يقول لك المراجع الفقهية الرئيسية الإسلامية أنه المريض عنده الخيار أنه حتى ما يأخذ علاج يموت لكن والله أعلم أنه دكتور مهند معلم كأختصاصي نيكيو أنه قديش نسبة تحسن أداء الجنين الوليد بالعناية المشددة بعد أخذ الأم للستيرويد أو الكورتزون نسبة كتير عالية جدا بتأثيره بالذات على الحمول اللي تحت الأربع وثلاثين أسبوع صارت مثبتة يعني أرقام كتير كبيرة واضحة ما عاد الموضوع خلاف أخلاقي تقلتها نفسها فأعيدها الكلام لما بيكون العلاج ظني أنه خمسين خمسين ما كنا واثقين منه كان علاج مستحب أو مباح أو كلها بس لما بيكون العلاج فعلا مفيد ومتل ما عم تحكي وضرره قليل جدا جدا فوالله العليم عدم العلاج بهالحالة صار واجب وعدم أخذه في إثن بحالة الأم بحالة فائدة للجنين ولو ما أخذته هي عم تأذي الجنين فهي والله العليم آثمة إذا ما أخذت هذا العلاج هذه فتواهي ألقى فيها الله وهذا شيء قفت فيه أنا أنا أوافق على الكلمة أكيد وغالبا هلأ شو في عنا كل العلاج بالطب حاليا نحنا عايشين بـ 2023 لو طلعنا على الطب بـ 1950 بعد 50 سنة لما حيطلعوا علينا الناس لورا حيقولوا شو كانوا عم يخبصوا هذول فلازم نتفع على الموضوع فلذلك في عنا شغلة أنه نحنا ما بنعرف في عنا شغلة جزء من العلاجات الموصفية بكون مجهولة فموضوع الاستيرويد في عنا حتى هلأ بالأدبيات الطبية أنه قد يكون نسبة خطورة قليلة جدا أنه على الجملة العصبية المركزية لو تعطى بعض كذا أو كذا لكن أمام المنفعة خطورة على الجنين نفسه على الجنين نفسه وليس علىهم فهلأ نحن بكل طب الحمول عليها الخطورة لدينا مبدأ أساسي بالطب هو كتير موضوع حتى كل التوصيات تدور حول هالمبدأ إمتى نولد هل نولد هل ما نولد لسه كيف موازنة بينه الولد أحسن يضل بطن أمه ولا يخرج هلأ يخرج 34 أسبوع أو 37 أسبوع أي أحسن الولد فكل هالمبادئ تتبع لإمكانية الرعاية الطبية داخل الخطورة داخل الرحم وخطورة خارج الرحم بالحاضنة مثلا فبناء على الحكية مثال الاستيرويد الأمر لم يعد 50-50 الأمر حدث لديك 99% بواحد شائعة في سوريا أنه نعطيه لكل الناس بدون حسيب أو رقيب بدون وجود حمل أي تهديد بولادة باكرة أنت عم تعطيل بدون سبب مثلا أو عطيته بال39 أسبوع والتوصي أنه ما في داعي لإله لأنه ما في تحسين تعطيه قبل أسبوع فلازم تكون ممارسة صحيحة أولا والتوصي للأم صحيحة وليس على أخطاء طبية وهي ممارسة شائعة كان الأمر متساوي لأم إلا الحق خوفا من مخاطر غير معروفة أو معروفة لكن إذا كان الميزان غير متوازن صار مثل ما أنت تفضلت إنه لا أنا سؤالي الأخلاقي وهي السؤال لإلك وحاسمع من باسل بعدك وهذا مارفز يبني واضح أنه ما مرأ عليك إنه الأم جنونة ما بدأ تعالج ابنها ما بدأ تعالج جنينها ما قطنعت بكلام الطبيب رغم أنه الطب بيقول أنه البيتاميتازون أو البيتاميتازون بينضج الرئة وبيحسن من معناتها أنت رح جاوبك أعطيك مثال أفضل رفضت الأم من العلاج هم بها الحال تقدر تشبرها أنت بيتاميتازون ما أجبرها بيتاميت مثل استيرويد ما أجبرها لأنه إذا ما أخدته ما أخربت مالطة أو الدنيا أعطيك مثال آخر كان عندي مريضة بحالة انفكاك مشهيمة طيب وهي ترفض وغالب الحالة لو ما معنا وقت كتير لو نحن عملنا قيصرية غالبا الأم والجنين سيكونوا بصحة جيدة بالقيصرية تماما هي عم ترفض القيصرية وهي رافضت خوفا من الموت وبنفس الوقت كان المريضة عندها يعني عندها علامات أنه ما عندها قدرة على اتخاذ قرار طبي فنحن عمنا نقيم أول شغلة هي باسة اللي بيحكي فيها أفضل مني تقييم القدرة على الاتخاذ قرار طبي إذا كانت عندها قدرة على قرار طبي وهي أو ما لنفض ما قرارها هي الكباسيتي لاتخاذ قرار طبي أو استطاعتها ساعتها بتدخل أنت من وصي عليها أو المشرع أو القانون أو المحامي تبع المشفى أو الطبي يجبرها على علاج لأنه هي عم تتخذ قرار غبي جدا بيذيها بيذي جنينة تمام يؤذي لجنينة فيمكن أنا عملت للقيصرية قسرا ضد رغبتها بعد أخذ يعني موافقة سريعة من من قاضي سريع من قاضي من محكمة من قاضي من محكمة بأمريكا وعن طريق المشفى المحامي هي طبعا عملية معقدة وفي لجنة أخلاق كمان تتدخل بس ما كان عن نوع تتدخلنا بسرعة لكن في حالات بتقلك إذا كانت عندها قدرة اتخاذ طبي ورفضت أنت لا يمكن أن نتعرضها لعملية حتى لو قدت لموت الجنين ممكن باسل يعلق باسل شو تعليقك كيف قال نوطة باسل مرة أنا أعطي أنا مثال باسل مشان أرجع وضح للزملاء أنه الطبيب قرر قرار طبي والأم رافض هذا القرار وهذا القرار قد يؤدي لأيذي صحتها وبيأذي جنينها ممكن أن يموت هي ويموت جنينها فشو التعليق الأخلاق على هذا الموضوع نعم هلأ في حال كانت هي فعلا فقدة للأهلية وما عندها كباسيتي سواء هي حامل أو غير حامل في منحة لازم يتم في بروسس معين لازم يتم إجراءها وهي تعتمد على رأي الطبيب الطبي غالبا يعني في حال كان في شخص آخر قد على أخذ القرار ولكن في حال عندنا موجود هذا الشخص ونحن تم واضح جدا عندنا أنه هي غير قادرة على أخذ قرارات فطبعا فينا نعمل هذا الشيء ولكن إذا فعلا ثبت أنه هي قادرة على أخذ القرار الطبي وعندها الأهلية كاملة كباسيتي موجودة وتم تقييمها ما فيك تجبرها في حتمية وفاة الجنين للأسف ما فيك تجبرها بس طبعا لا تنسى طلال أن بعض القرارات ما بتكون هدفها من نسبة لمريضة قادرة على اتخاذ القرار ما بتكون هدفها هي إيذاء الجنين قد تكون مثلا أنت بدك تعمل لها عملية والعملية قد تحمل خطورة للمريضة فبتقل لك لا أنا أولا فمو دائما القرارات المريضة هدفها أنه إيذاء الجنين هدفها خوفا على نفسها كاميرا صحيح صحيح هلأ هو بالكتب ربما أو بالحالات بيعطوك الحالة الأشد أنت عساس تخيل أشد حالة ممكنة تصير كيف تتعامل أخلاقيا معها وأنت الحالة ذكرتها مثال حقيقي أنه هي كانت رافضة القيصرية مثل ما أردت فأنت جبت لجنة الأخلاقيات المناور الطبيب المناور مثلا وجبت القاضي المناور وأجبرتها على المحكمة أو أجبرتها عملية معقدة إذا تكتب بدقة شو صار بس لكن مع ذلك إذا كانت طبعا شجاعة منك موضوع الأهلية موضوع كبير تاني أنا بقول لك يحيى اللي عملتها لدي شجاعة كبيرة أنه أنت ممكن العملية نفسها تحمل اختلاطات بحد ذاتها فممكن تقاضيك المريضة أنه أنت ليش أخذت على العملية وأنت ما هي كانت راضية ففعل شجاعة منك اللي عملتها صراحة وبالمطابل في حالات ما قدرنا نعملها تماما ما قدرنا نعمل شي وصار وتركنا الأمور تمشي مثل ما هي يعني يعني في كل حالة على حدة كمان نرجح النقطة الجوهرية مثل ما أشاريحيا هي قدرة المريض على الأهلية على صنع للقرارات هل المريض عنده كباسيتي ولا لا طيب أنا أظن وصلنا الساعة أو جاوزناها وأنا يعني نحن بدي أجاوز من وقتكم أنا مرفضة إذا في شي حابين تحكو بهذا الموضوع خليني أخد تعليق أخير من أخينا باسل وبعدها يحيا بيعلقنا كمجمل على الحلقة لا أنا بس بدي أقول أنه شكرا كتير يحيا أنت صراحة الحوار معك كان مغني جدا ومفيد أنا شخصيا يستفت منه كتير نحن عم نناقش موضع خلافية كما ذكرنا أنه على مستوى رئاسات بأميركا ما عم يحسنوا حلوة فمن الصعب نحن نجمعه حتى للمشاهدين رح يشوفوا في الفيديو منص مستحيل أنه رحنا نغطي نقاشات خلافية مثل هي بساعة كاملة ولكن الهدف هو فقط تسليط الضوء عليها وشكرا يحيا مستحيل تعطي أجوة بقاطعة مستحيل تعطي أجوة يعني ما هي ماني ولا مستحيل غطية لا فينا نغطية ولا فينا نحلة لكن الهدف فقط تسليط الضوء عليها أخينا يحيا تعليق أخير ورسالة ربما لزملائنا لعمار سطبة نسائية بسوريا والكورس موجه لألون أساسا أولى للزملاء بسوريا والمطلع العربية عموما كمان شكرا للكون باسل وطلال أنا بقول أنه بس أنه ما نناقش المواضيع بمجمل بشكل إجمالي لأنه كل كلمة إلى تفاصيل تحت ولازم كتير مناقشة كل حالة على حدة بشكل عام بشكل عام بالخطوط العريضة الشرع الإسلامي أنا مو عم سوّق لأي شيء بس أنه يتناسب بكتير بطريقة الممارسة بأمريكا يعني أنا كشخص طبيب مسلم كتير عندي سهولة بممارسة عملي طبي بشكل يتناسب مع إيماني أو أخلاقياتي لمرجع الإسلامي فكتير سهلة بنفس الوقت أنا عندي قرارات معينة أنه أنا ممكن أو استثناءات ممكن مارسها لو كنت بسوريا بحالات معينة اقتصابات من سجون أو كذا أو غيره أنه ممكن أنه أكسر بعض الأمور لأمور شخصية صغيرة لكن هذا لازم نحترم القوانين المحلية لأنه هذا قد يعرضك لموضوع جنائي كطبيب أتصور أنه غطينا أغلب الشغلات متعلقة بالإجهاض لكن مثل ما قالت عدم إجمال القصص في حالات كثير كثير بالطب النسائية من تشوهات مختلفة من نسب مختلفة من نوعيات نزيف حمل هاجر حمول يعني فالأمور يجب مناقشتك الحالة على حدة وأهم عامل اتخاذ القرار بإليه كطبيب هو الإحصائيات الطبية لأنه مثلا أنا عندي مريضة عندها احتشاء عضلة قلبية قد تموت 30% خلال الحمل كثير مختلفة عن حالي قد تموت 1% فشلون بدي أعرف أنصح المريضة دوم قدم الإحصائيات الطبية التي تتبع الرعاية المحلية مثل ما توضلت أو العيناء المشددة الطبية الأرقام فكل الممارسة يجب تتبع لعلم طبي فبالأخير لما أنت تنصح المريضة لا يجب أن تنصح كما بالمجموع يجب أن تكون دقيق بالنصح للمريضة يعني لما أنت تنصح المريضة تقدم له أرقام حسب المتوفر قدر المستطاع تساعده على اتخاذ القرار أما تخويف من الخطر بدون يتضاعف الخطر قد يتضاعف من 1% إلى 2% و90% ما زال طبيعي فلازم يكون دقيق وأمين بنصح المريض منتساعده على اتخاذ القرار لتصير في موضوع التشارك بالقرار مجرد دريم الخطورة والمنفعة جزافا قد تكون غير أمينة كطبيب لازم تكون ممارس أمين بتقديم المعلومات بدقة إن شاء الله يزاك الله خيران أخي يحيا والله أنا جداً مسؤول أنا بشد على بأكد على كلام أخي يحيا أنا استفد شخصياً جداً بهذا اللقاء وإن شاء الله يا رب شئينا لقاءات تانية بتمنى أن يكون الأخوة المتابعين استمتعوا بهذا اللقاء وإن شاء الله في ضيوف مميزين أكثر وأكثر بالحلقات القادمة فتابعوا معنا بكورس الأخلاق الطبية. السلام عليكم